موسيقى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبناء وبنات الأعزاء تلميذ وتلميذات الصف الثالث الابتدائي أهلا بكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات أهلا بكم في هذا الفيديو النهاردة وده الفيديو الأخير اللي هناخد فيه ريفيجين أو ريفيو مراجعة اللي الوحدة يونت 11 اللي عنوانها how tall is it وبعد ما ناخد المراجعة الريفيجين أو الريفيو بشكل سريع أعيزكم تحملوا ملف الاختبار وتحلوا لوحديكم الأول وبعد كده ترجعوا تشوفوا بقية الفيديو هنستكمل وإياكم حل اللي هو التست الاختبار على الوحدة 11 وإن شاء الله كده نستمتع وإياكم في هذا الفيديو ويلا بينا نشوف إيه هي المراجعة السريعة على الوحدة 11 unit 11 how tall is it are you ready okay let's go and let's see أوكي ريفيو مراجعة هناخد أربع حاجات هناخد مراجعة على البوكابيلوري المراجعة على البوكابيلوري وهناخد مراجعة على language وهناخد مراجعة على phonics وبعد كده برضو في عندي vocabulary تاني هنراجع عليها اللي هي الأرقاب زي ما احنا شايفين هنا unit 11 عنوان الدرس بتاعنا review خلي بالكم من الكلمة دي review يعني مراجعة أو كلمة revision لها نفس المعنى هناخد ايه هنا تعالوا نراجع بعض الكلمات اللي احنا اخدناها عن المخلوقات البحرية أو الكائنات البحرية اللي احنا بنسميها sea creatures sea creatures خلنا طبعا fish jellyfish sea snake octobus starfish sea horse shark تايلابيا وتعرفنا عنا معالي الكلمات دي كلها من خلال الدرس بتاعنا يا ترى خدنا vocabulary تاني ايه خدنا numbers and weights numbers and weights numbers and weights يعني أرقام وأوزان لو انتوا فكرين خدنا كيلو جرام اللي هي وحدة قياس الأوزان كيلو جرام وخدنا بعد كده كلمة numbers اللي هي أرقام وتكلمنا عن 100 200 1000 وبعد كده تكلمنا عن وحدة قياس الوزن كمان اللي هي جرام وبعد كده خدنا وحدة قياس الأطوال ميتر وبعد كده خدنا وي يزم إذا خدنا كيلو جرام numbers جرام ميتر وي ولو انتوا فكرين اتكلمنا عن احنا الكيلو جرام قلنا يساوي كام ها فكروا يساوي كام جرام برافو عليكم يساوي ألف جرام يعني 1000 جرام اوكي بري جيد بعد كده تكلمنا عن phonics phonics اللي هي الصوتيات وإحنا خدنا مجموعة كلمات تنتهي ب-ER وفي ملحوظة لو انتوا فكرينها في الدرس السابق قلنا احنا بنكون الأشخاص الpersons من الأفعال بإضافة ER زي ما هنشوف دلوقتي عندي كلمة meter water paper computer flower كلها تنتهي ب-ER هذه الوظائف اللي هي ضفنا لها من خلال الفعل ER أصبحت الوظيفة نفسها عندي teacher painter diver driver baker sinner cleaner good وبعد كده اتكلمنا عن language خدنا سؤال اللي هو how long is it وقلنا لما بنسأل عن how long is it بنسأل عن الحاجة اللي بشكل ايه افقي زي ما احنا بنسأل عن طريق اهو the road اللي هو طوله حوالي 300 متر 300 متر متر فبنسأل بنسأل بنقول ايه how long is it كم طوله طبعا ات هنا تعود على الطريق هنقول ايه الإجابة it's 300 متر long وبعد كده اتكلمنا عن الباب لو احنا هنتكلم عن ارتفاع الباب او طول الباب من اسفل الى اعلى يعني بالطول كده لفوق لتحت خلنا السؤال how tall is it how tall is it قلنا بنجاو بنقول ايه it's 190 سنتيمترز طول يعني طوله 190 سنتيمتر وبعد كده لما تكلمنا عن الوزن نزل مثلا الكورة دي بنقول ايه it weighs يعني هي تزن تزن كام 120 جرامز 120 جرام يبدأ بشكل سريع الريفيو اللي عن الوحدة 11 وكل اللي ايه تقريبا تناولناه في هذه الوحدة من خلال الفيديوهات السابقة كده مية مية دلوقتي عايزكم تعملوا داونلود تنزلوا الملف اللي فيه الاختبار هو عبارة عن صفحتين مش اكتر يعني وحاولوا تحلوهم الاول وبعد كده تابعوا الفيديو تاني وشغلوه واستكملوه عشان نشوف الحل مع بعض اوكي لاتس جو السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اوكي اكتيفتيز اون يونيت 11 ده اختبار او بسيط او مجموعة تدريبات على الوحدة 11 اللي انتو نزلتوها وجاوبتوها تعالوا نشوف ايجابتكم هتكون شكلها ايه طبعا انا متأكد انها كلها صحيحة باذن الله نمبر وان بطلب مني لوك اند كومبليت يعني انظروا اكمل هذه الكلمات طبعا ده اه مين يقولي ده ايه طبعا ده غواص واصل وظيفته اللي هو بقيس اطوال الكائنات البحرية اه اسمه دايفر 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 نقص حرفين ايه برافو عليكم اي ار دايفر بري جيد عندي الرقم ده اللي هو الف الف يعني كام وان ثاوزند وان ثاوزند نقصة حروفنا ها تي اتش او يو اس اي ام دي بري جود ثاوزند يعني الف سمك القرش زي ما احنا شايفين اهو شارك شارك يبقى ايه الشا عبارة عن حرفين زي ما احنا اتفقنا اللي هو اس اي اتش وبعدين ار كي شارك well done كيلو جرام كيلو جرام كيلو نقصة حرف اي برافو جرام طبعا حرف الايه الار جرام كيلو جرام اوكي now let's come to number two look at the pictures and unscramble the letters وعايزين نعيد ترتيب الحروف عشان تدينا كلمة لها معنى هنا سمكة اسمها ايه طبعا تبدأ بحرف الف ها دي سهلة i sh very good 100 100 ها دي общ h-u-n-d-r-e-k well done عندي ابو الهول وتكلمنا عنه اللي هو اسمه ايه ده انا فاكر خدناه من سنة اولى ابتدائي من برايماري ون ابو الهول ده Sphinx S-P-I-N-X Very good Sphinx Good بعد كده عندي قنديل البحر اللي هو Jellyfish هنبدأ بحارف الج J-E-L-L-Y-F-I-S-H Well done احسنتم اوكي ناو نمبر ثري Read and match هنقرأ ونوصل عندي مجموعة جمل على اليسر ومجموعة جمل او تكملتهم على اليمين نمبر وان نقرأ مع بعض How tall is ها عايزين نكمل بقملة من هنا How tall is ها قوتوها ايه Very good ليه يسي اللي بتقول How tall is the sea horse يعني كم ارتفاع حصان البحر نمبر تو I have two ها I have two hundred pounds انا عندي متين جنيه ليه يدي Good نمبر ثري A cat weighs A cat weighs القطة تزن Good B ليه about three kilograms تزن حوالي ثلاثة كيلو جرام نمبر نمبر فور دكارناك تمبل معبد الكارنك هاهماله A thing is in luxor اللي هي A Well done اكيد حليته طبعا بنفس الاجابات دي Okay نمبر فور نمبر فور Choose the correct words تعالوا نختاري كلمة الصحيحة من بين الأقواس نمبر ون How How نمبر فور The sphinx is in ها Sphinx إذا قاعد فين أبو الهول دا موجود فين ها In Bravo In Jesus Well done Okay The وبعدين عندي ثلاثة وظائف هنا Works in a school يعمل في School اللي هي School Bravo مدرسة ومين اللي بيشتغل في مدرسة طبيب البطري طبعا لا ومال مين Teacher When teacher هادي teacher يا سيدي Very good Well done احسنتم Very good انا متأكد انه اغلبكم او كلكم تقريبا حليتوا نفس الاجابات دي Okay يلا نروح للصفحة البعديها اوكي يلا نشوف حليتوا في هاي اوكي Very good Look and take the correct word عندي صورة هنا وعندي كلمتين الكلمة منهم تعبر عن الصورة يا ترى مين زي ما احنا شايفين دا number رقم رقم كام دا Good اسمه A hundred مئة A hundred فين كلمة A hundred هنا براو شاوروا عليها Good D a hundred تاي لابيا يكون جملة صحية number one is fish long how the اه انا متأكد من السؤال how في كلمة long هو بيسألني عن اطوال هذه الاسمك يبقى بديم دا احنا لما نسأل كم طول السمك هدي بنقوليه how long is the fish براو how long is the fish okay number two عندي عمليت جمعة هنا هبدأ بكلمة forty ليه اربعين يبقى اربعين ها زائد ها بلاس 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 كام يدينا كام لو رتبناها كده صح ركز معايا يبقى 40 بلاس 30 is 70 يبقى اربعين زائد تلاتين يساوي سبعين 40 بلاس 30 is 70 good okay number seven complete the paragraph عندي paragraph يعني فقرة وعايزين ننهيها بإحب الكلمات الموجودة in the box في المستطيلة ايهو الكلمات عندي temple احد يفاكر يعني temple يعني ايه very good معبد because لان is يكون interesting شيق old قديم زا وبعلين كلمة favorite good هنا العنوان بيتكلم عن ايه عن the temple of hardship suit okay my خلي بالك عشان تعرف الكلمة اللي انت تختارها من المربع ده او من المستطيل ده او الصندوق ده لازم تقرأ الجملة للاخر لغاية full stop عشان ترجع تبدأ تخمن يا ترى ايه الكلمة الصحة هنا ماي بعد النقاط ايجيبشن مانومنت ايز بعد النقاط تمبل اف حج سبسوت يبا ماي ايه يعني فكر كده ماي ايه ماي برافو ماي favorite ايجيبشن مانومنت ايز ايه اه ايز ايه very good ايز زا تمبل اف حج سبسوت يبا هنا الاصر المصري المفضل بتاعي هو معبد حج سبسوت ات نقاط نير سبس اه وهي بالقرب من ايه من سبس يبا ات ايه ها ات ايز very good ات ايز اه good and ات ايز about three ها about three ايه three thousand five hundred years old old good old very good the paintings in the are very and beautiful you buy the paintings in the in the temple phil mahmad are very a very interesting and beautiful about interesting and beautiful they show they show important things يعني بيورونا حاجات مهمة from حج سبسوت من زمن الملكة حج سبسوت i love the monument the paintings are awesome i love the monument because the paintings are awesome and and through the words we can put the name in the 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 time next and after the that we gonna walk with اشتركوا في القناة